السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس منهج كيميا واحد درسنا اليوم إن شاء الله سوف يكون بعنوان تعريف الذرة نأخذ اليوم إن شاء الله النواة بعد أن أخذنا تعريف الإلكترون بشكل عام وأخذنا عليه واجب منزلي لكن قبل الواجب المنزلي قبل أن نأخذ حل الواجب المنزلي نستذكر الأشياء التي أخذناها الحصة الماضية أخذنا الحصة الماضية يا شباب تعريف الذرة وكذلك تعرفنا على الإلكترون وتعرفنا على العلماء الذين من خلالهم اكتشفوا الإلكترون وأخذنا كذلك تجربة ميليكان أخذنا كذلك تجربة العالم طومسون وما إلى ذلك اليوم إن شاء الله سوف نحل هذا السؤال الذي هو قوم التجارب التي أدت إلى استنتاج أن الإلكترونات السالبة الشحنة موجودة في جميع المواد المطلوب منك إيش؟ أنك تصدر حكم على إيش؟ على هذه الدراسات التي تقول أن الإلكترونات سالبة الشحنة يبين انحراف الإلكترون نحن نعرف أن الإلكترونات انحرفت في أشعة المهبط نتيجة ليش؟ نتيجة للشحنة نتيجة لشحنتها لجل كذا يقول يبين انحراف الإلكترون نحو الصفائح الموجبة الشحنة طبيعة إيش؟ طبيعة الشحنة السالبة للإلكترونات أن نتغير المعدن المكون للقطب بعد ذلك غيرنا القطب وغيرنا إيش؟ غيرنا كذلك غيرنا الشحنة وتغير عندي إيش؟ تغير عندي الإنحراف اليمين للإلكترون بعد ذلك أو تغير الغاز حتى لو غيرنا الغاز يظل إيش الإنحراف موجود عندي المستعمل في إنبوب أشعة المهبطية لا يؤثر يعني إذا غيرنا الغاز اللي موجود داخل أشعة المهبط فإنه إيش يصير؟ الإنحراف بيكون عندي موجود لا يؤثر في الأشعة المهبطية الناتجة لذا استنتج العلماء أن الإلكترونات موجودة في جميع المواد في جميع المواد يعني جميع المواد اللي حنا نشوفها ونلاحظها موجودة فيها إلكترونات بشكل موجود هذا هو تدريب إيش؟ تدريب تسعة صفحة ثمانية وثمانين لدرس إيش؟ تعريف الذرة الخاص بقسم الإلكترون اليوم إن شاء الله سوف نأخذ إيش؟ النواة سوف نأخذ النواة من إيش تتكون النواة وإيش اللي موجود جواتها ونأخذ بعض العلماء اللي درسوا النواة بشكل كبير لجل كذا أهدافنا اليوم إن شاء الله التي سوف نحققها بإذن الله كيف تميز بين الجسيمات المكونة للذرة من حيث الشحنة والكتلة كذلك تصف تركيب الذرة متضمنا مواقع الجسيمات المكونة لإيش؟ للذرة بداية يا شباب لو لديك حبة خوخ لو لديك حبة خوخ إيش اللي يحدث عند قضمك لهذه الحبة؟ هل بتبلعها أو تأكلها كاملة؟ أو لا يتبقى فيه بذرة موجودة جوه أو اللب اللي موجود جوه لا يستطيع أني أهضم إيش السبب؟ السبب إنه في عندي اللب النفسه اللي موجود يحتوي على إيش؟ يحتوي على أو يكون مادة صلبة قوية لا يستصيغها إيش الأسنان وبالتالي إيش اللي بيصير؟ يمتنع الإنسان عن أكلها وهذا السبب اللي موجود عندي يلخص فكرة إيش؟ فكرة النواة بشكل بسيط اللي من خلاله اليوم إن شاء الله سوف نتعرف عليها بشكل كبير في تجربة رادر فورد أول علماء أو بعض العلماء الذين درسوا النواة رادر فورد إيش قال رادر فورد؟ رادر فورد اعتمد العالم رادر فورد في تجربته على نموذج العالم طمسن على نموذج عالم الطمسن وهذا اللي يميز العلوم بصفة عامة إنه كل عالم يجي يأخذ دراسات السابقة ويحاول أنه يطور منها أو يحاول أنه يصدر عليها حكم هل هي صحيحة أو غير صحيحة أو يحاول أنه يسوي يحاول أنه يطور منها بشكل كبير هنا رادر فورد إيش سوى؟ أخذ مين؟ أخذ نموذج طمسن أخذ نموذج طمسن ولا أخذناه الحصة الماضية؟ إنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن إلكترونات سالبة مغروسة في إيش؟ في الدرة موجبة الشحنة أو في النواة موجبة الشحنة هنا إيش قال برضو؟ قام العالم رادر فورد بدراسة أثر جسيمات ألفة الموجبة جسيمات ألفة الموجبة على المادة وتوقع بناء على فرضية طمسن أن انحراف جسيمات ألفة يكون قليلاً ولكنه شاهد انحراف كبير الانحراف اللي موجود في الجسيمات اللي أخذناها عبارة عن إيش؟ قال على أنه انحراف بسيط جداً وهذا الانحراف البسيط يعني ما يشكل إلا نسبة بسيطة لكن لما جاء رادر فورد لا قال أن الحراف هذا انحراف كبير ولا بد أن أدرس بشكل أكبر وشكل أدق من العالم طمسن إيش سوى رادر فورد؟ رادر فورد جاب مصدر إشعاع وصلطوا على إيش؟ على صفيحة الذهب هذه الصفيحة رقيقة جداً جداً هذه الصفيحة رقيقة جداً جداً عندما سلط هذا مصدر الإشعاع المشحون بجسيمات ألفة عندما سلطوا على الصفيحة الذهب هذه الصفيحة زي ما ذكرنا أنها رقيقة أجسار لإيش؟ لهذا الشعاع لاحظ اللي صار كالتالي أنه أول شيء انحراف أو ارتد بمعنى أصح ارتد وفيه جزء من هذا الشعاع نفذ كلياً وفيه جزء من الشعاع أي صار انحرف بشكل بسيط يعني الآن اللي ملاحظ من هذا التجربة التجربة أنه الإشعاع اللي صدر عندي ناتجة إيش عندما اصطدم بالرقيقة ايش اللي صار له صار له ثلاثة أشياء الشي الأول البعض منه ارتد والبعض منه انحرف والبعض منهم نفذ بشكل كامل بدون أي انحراف أو ارتداد من خلال هذه التجربة البسيطة ايش سوى رذرفورد ايش اللي استنتجه رذرفورد يعني انت من خلال الحين معرفتك لهذا الشيء ايش اللي تلاحظه ايش اللي استنتجه هل الشيء اللي استدمت فيها او الاشعاع اللي استدم فيه وارتد ايش السبب اللي خلاه يرتد كذلك الاشعاع الذي نفذ ايش السبب اللي خلاه ينفذ بشكل كامل ليش ما يرتد زي الاشعاع الاول كذلك الاشعاع اللي انحرف ليش انحرف ليش ما يكون مثلا ينفذ او يرتد بشكل او ينفذ بشكل مباشر هذه الاسئلة كلها سألها مين سألها الظرفورد من خلال ايش التجربة اللي وضعها من خلال التجربة اللي وضعها وهذا ما يميزه العلوم أن العلوم ايش يصير فيها ما دام أن قلت كلامه لابد أنه مبني على ايش مبني على تجارب علمية هذه التجارب العلمية وهذه التجربة للأذار فورت هي اللي جعلته يكون ايش هي اللي جعلته هي اللي جعلته يلاحظ بعض الأشياء يلاحظ قدامه بعض الأشياء في الصورة هذه اللي علي سارك ما فيه فيه أن الشعاع الأول ذكرنا أنه نفذ بشكل كامل وفيه شعاع عندي هنا انحرف وفيه شعاع ايش صار له ارتد ارتد لاحظوا أن الشعاع اللي عندي اللي انحرف ايش صار له بسبب ايش بسبب استدامه بالمادة بسبب مادة معينة هنا الان ما عرفها كذلك اللي انحرف ايش السبب لجل كذا هذا النموذج البسيط اللي يشرح فكرة تجربة مين تجربة راذرفورد قال بأنه في معظم الأشعاع نفذت دون انحرف ايش السبب اللي خلاها دون تنحرف بمعنى انها النفاذية الكلية ليش ما يتكون منحرفة زي غيرها السبب في ايش يا شباب السبب هو لأن معظم حجم الذرة فرق معظم حجم الذرة فرق هذا الفراغ اللي موجود في الذرة هو اللي جعل هذه الجسيمات الفة تنفذ لأنها لم تصطدم بأي شيء قدامها لو في شيء قدامها اكيد انه بيرتد انا الحين لما احرك يدي كذا مثلا هل في شيء قدامي في يدي هل في شيء يوقف يدي لا لكن لما اضرب بيدي مثلا على السبورة قدامي ايش اللي بيصير اكيد ان السبورة اكيد ان يدي بترتد من السبورة هذه الفكرة البسيطة اللي مين اللي وضعها مين رادرفورد انه هاد الجسيمات اللي نفذت قدامي ايش سبب النفاذية سبب النفاذية انه معظم حجم الذرة فرق انه في فرق قدامي اخترق او نفذ او جعل الشعاع ينفذ بشكل كامل طيب ذكر بايش انه في نسبة قليلة من الاشعاع ارتدت الى الخلف ايش السبب اللي ارتدت من الخلف قبل شوي قلت لما يدي تضرف السبورة ايش اللي يخليها ترتد اللي هي السبورة طيب هنا الجسيمات اللي ارتدت اللي عليها سارك هذه هي ايش السبب لانها اصطدمت بكتلة اصطدمت بكتلة هو للان الكتلة الى الان ما اعرفها قال في شيء قدامي اصطدمت فيه هذا الاشعاع وجعل الاشعاع ايش يصير لي يا شباب يرتد جعل الاشعاع يرتد واضح هذا بالنسبة لمين بالنسبة للشعاع الثاني طيب الشعاع الثالث اللي هو نسبة قليلة من الاشعاع انحرفت ايش سبب الانحرف عندي هنا يا شباب اللي هي وين هذه الاشعاع هذه الاشعاع اللي انحرفت هذه الاشعاع اللي انحرفت ايش السبب تتوقع ايش السبب يا شباب لأنها اصطدمت بنفس الشحنة الموجبة بمعنى أن الشحنات اللي موجودة في الجسيمات النفسها الموجبة اصطدمت بنفس الشحنات الموجبة أشي صار لها؟ انحرفات يعني الآن أنا عندي ثلاثة إشعاعات أشي صار لهم؟ واحد منهم نفذ سبب النفاذية أيش يا شباب؟ أنه وجود الفراغ والإشعاع الثاني ارتد أشي السبب اللي جعله يرتد؟ لأنه اصطدم في جسم معين أو في كتلة معينة والإشعاع الثالث أيش السبب اللي جعله ينحرف؟ لأنه اصطدم في نفس الشحنة الموجبة اللي موجودة عندي في مين؟ في هذا الشحن بمعنى من خلال كلامه أنه في عندي شحنة موجبة مو حنقلنا الإلكترونية شحنة سالبة؟ أكيد أنه مدام أنه في شحنة سالبة والذرة بكلها متعادلة معناته أنه في شي جواة هذه الذرة يجعل الذرة متعادلة أنا الآن عندي إلكترون سالبة والذرة كلها إيش؟ متعادلة طيب إيش السبب اللي يجعل الذرة متعادلة ودام أنه في شحنة سالبة فأكيد أنه في شحنة موجبة جواة هذه الذرة تجعل المادة متعادلة فهو وش قال هنا؟ مدام أنها انحرفت في هذا أو هذا الإشعاع انحرف معناته أنه في جسيمات موجبة معناته أنه أنا وصلت للسؤال اللي أنا أبغاه ليش الذرة متعادلة وعندي إلكترون سالب وعندي إلكترون سالب معناته أنه في شي جواة هذه الذرة يكون موجب يكون موجب وكذا وإش صار يا شباب؟ وبكذا عرف ريدرفورد النواة وعطاها النموذج اللي هو موجود عندي هنا للإسار هذا هو هذا نموذج ريدرفورد وعرف النواة على أنها إيش؟ أو الدرة على أنها إيش يا شباب؟ على أن الدرة تتكون من نواة أنه هذه الدرة تتكون من نواة ونوات الشي هو لب الشي فهذه النواة النواة فيها تكون كثيفة وموجبة الشحنة توجد في المنتصف teوجد في المنتصف فهذا ما ذكرت قبله شوي انه نواة الشي هو لب الشي هو يوجد وين في المنتصف في المنتصف محاطة عش اللي محاطة هذه اللي هي النواة النواة محاطة بإيش؟ بالإلكترونات سالبة الشحنة الدرة ككل الحين تتكون من حاجتين تتكون من الإلكترونات وجوات هذه الذرة النواة النواة إلى الآن وش قال راذرفورد؟ إنها جسيم إيش فيه؟ موجب الشحنة موجب الشحنة وحولها إيش؟ حولها الإلكترونات محاطة به حولها الإلكترونات محاطة به حولها الإلكترونات محاطة به ولاحظوا أنه عندي فيه إيش هنا يا شباب؟ لاحظوا أنه هذه الإلكترونات بمعنى أنه هذه كلها عبارة عن إيش؟ ذرة راذرفورد إيش فيها ذرة راذرفورد؟ أنه فيه نواة شحنتها موجبة وحولها إيش؟ حولها الإلكترونات محاطة بهذه النواة محاطة بهذه النواة بعد ذلك جاء العالم رادر فورد وسوى دراساته على النواة بشكل أدق يعني الآن هو تعرف على أنه فيه جواة هذه الذرة فيه شيء صغير يسمى النواة هذا النواة شحنة موجبة الآن بيخش في التفاصيل أو بيدخل في التفاصيل العميقة لمين للنواة ويسوى دراساته على النواة وإيش الأشياء اللي موجودة جوة النواة وهذا هو نهم العلم كل ما وصلت لشيء ودك لتوصل لشيء أعمق وأكبر وبالتالي هو النهم العلم اللي عنده جعله إيش؟ جعله يكتشف شيء اسمه البروتون واضح؟ إذن في عام 1920 إيش سوى رادر فورد؟ بشرح مفهوم النواة واستنتج أن النواة تحتوي على جسيمات تسمى إيش؟ البروتونات جسيمات لاحظ أنه جسيمات هي تصغير لجسم جسيم عفوا وجسيم معناته إيش؟ تصغير لما نقول كتاب كتيب بمعنى أن الكتيب أصغر من الكتاب لما نقول جسم الشيء الكبير جسيم الشيء الصغير بمعنى أنه هذا البروتون اللي يقصده رادر فورد أنه جسيم صغير جدا 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 واكتشفه في عام كم؟ 1920 وعرفه على أنه إيش؟ وعرفه عرف مين؟ عرف البروتون على أنه جسيم ذري لما نقول ذري أو جسيم ذري معناته الجسيم موجود في الذرة جسيم موجود في الذرة فكلمة ذري معناته موجود في الذرة واضح يا شباب؟ يحمل شحنة يحمل إيش؟ شحنة تساوي شحنة الإلكترون ولكنها موجبة أها وش شحنة الإلكترون إيش يا شباب؟ مو الإلكترون شحنة سالب واحد صح؟ طيب هو قال على أنه البروتون هذا شحنة تساوي شحنة إيش؟ شحنة الإلكترون مدام أن الإلكترون سالب واحد فإن البروتون بيكون إيش؟ موجب واحد موجب واحد يقول لكنها إيش؟ لكنها موجبة إذن الإلكترون يا شباب شحنته سالب واحد بينما إيش؟ بينما البروتون شحنته موجب واحد موجب واحد ورمز له بالرمز إيش؟ رمز له بالرمز بي رمز له بالرمز بي إذن رمز البروتون هو بي رمز البروتون اللي هو بي بعد ذلك هو الآن واش سوى يا شباب؟ اكتشف البروتون بعد ذلك مين جاء؟ جاء عالم اسمه بعد ذلك جاء العالم شادوك أخذ النواء مرة ثانية وسوى دراسات عليها هذه الدراسات من خلالها ايش بنى عليها؟ بنى عليه شيء جديد سمى النيوترون سمى النيوترون ويش سوى شادوك؟ توصل العالم شادوك إلى أن النواء تختوي على جسيمات متعادلة سميت بالنيوترونات يعني الآن النواء راذرفورد يش يقول؟ يقول أنه فيه جسيمات موجبة الشحنة جاء العالم شادوك قال برضو فيه جسيمات متعادلة الشحنة هذه المتعادلة سماها بالنيوترونات والموجبة سماها بالبروتونات طيب وش تعريف النيوترون؟ تعريف النيوترون أنه جسيم دري كتلته قريبة من كتلة البروتون بمعنى أن الكتل اللي بينهم متقاربة الكتل اللي بينهم متقاربة ولكنه لا يحمل شحنة كهربائية ما معنى لا يحمل شحنة كهربائية؟ معناته أن شحنته متعادلة شحنته متعادلة ورمزولة بالرمز إيش؟ إن رمزولة بالرمز إن تعالي نشوف الشكل النهائي للذرة من خلال اللي ذكره العلماء العلماء قالوا أنه فيه عندي هنا سحابة هذه السحابة وش اللي فيها بالضبط؟ تسبح فيها الإلكترونات واضح؟ وجوات هذه الذرة في شيء صغير اسم النواة النواة مكونة من حاجتين إما تكون نيوترونات أو تكون بروتونات أو تكون بروتونات النيوترونات يا شباب شحنتها إيش؟ شحنتها متعادلة شحنتها متعادلة طيب البروتون شحنته موجب البروتون شحنته موجب الإلكترون وشحنته يا شباب شحنته سالب هذا ملخص بسيط للنواة وبعد ذلك من خلال الدراسات هذه كلها اللي وضعها شادوك حصل على جائزة نوبل وهذه ميزة جائزة نوبل لأنها تحفز العلماء على الاكتشافات الجديدة هنا يعطيك خواص الجسيمات اللي ذكرناها اللي هو الإلكترون يعطيك الرمز اللي هو شحنة أي بسالب معناته إلكترون والبروتون شحنته أو عفوا رمزه بي والنيوترون رمزه N طيب الالكترون وين موقع يا شباب الالكترون الالكترون موقعه في أو محيط بالنواة محيط بالنواة الالكترون محيط بالنواة بينما البروتون والنيوترون موجودين في النواة موجودين في النواة طيب الشحنة الالكترون شحنته سالب واحد بينما البروتون شحنته موجب واحد والنيوترون صفر أي متعادل الشحنة ومعطيك هنا الكتلة النسبية والكتلة الحقيقية لكل واحد فيهم اللي همنا من هي كتلة الإلكترون اللي هي واحد على ألف وثمانمية واربعين بينما كتلة البروتون والنيوترون اللي هو واحد اللي هو واحد طيب إكمال نموذج الذرة بمعنى أنه ملخص بسيط للأشياء اللي أخذناها على الذرة أول شيء جميع الذرات مكونة من ثلاثة جسيمات ذرية أساسية يعني كل ذرة لا بد أن تحتيوا على هذه الثلاثة أشياء أما تكون عفوا هذه الثلاثة أشياء هي الإلكترون والنيوترون والبروتون أو البروتون والنيوترون هذه الثلاثة اللي موجودة كلها لا بد أن تكون في جميع الذرات أن الذرة كروية الشكل تحتوي على نواة صغيرة وكثيفة مكونة من شحنات موجبة محاطة بالإلكترون أو أكثر العناصر أغلبها أكثر من واحدة لكن هنا قال لك أنه بالإلكترون أو أكثر سالب الشحنة من سالب الشحنة؟ اللي هو الإلكترون أن معظم حجم الذرة فراغ يحتوي على إلكترونات سريعة الحركة وهي تتحرك في الفراغ المحيط بالنواة ذكرنا قول شيء أنها السحابة الإلكترونية ترتبط الإلكترونات مع الذرة من خلال التجاذب مع الشحنات الموجبة في النواة بمعنى أن الارتباط الموجود بين الإلكترونات والنواة عن طريق الشحنات الموجبة والسالبة تتكون النواة من نيترونات متعادلة الشحنة مع عدى عن صر الهيدروجين لأنه يحتوي على عدد ذرة واحد كذلك تشكل النواة أكثر من 99.97% من كتلة الذرة بمعنى أن كتلة الذرة كلها ترتكز وين يا شباب؟ في النواة كتلة الذرة ترتكز كلها في النواة هنا تدريب بسيط أربط بين العلماء واكتشافاتهم طومسون، جون دالتون، جيمس شادويك، راذر فولت ومعطيك على يسار اللي هي الذرة والإلكترون والبروتور والنيترون نبدأ بالذرة، مين مكتشف الذرة من الأربعة اللي موجودة عندي في اليمين؟ مكتشف الذرة هو مين يا شباب؟ اللي هي النظرية الذرية الحديثة، مين هو اللي اكتشفها؟ اللي هو جون دالتون، اللي هو جون دالتون طيب، الإلكترون مين اللي اكتشفه يا شباب؟ ها، اللي هو طومسون، اللي هو طومسون عن طريق شعة المهبط بعد ذلك البروتون من اللي اكتشف البروتون اللي هو راذر فورد اللي هو راذر فورد بينما النيترون من اللي اكتشفه يا شباب اللي هو جيمس شادوك جيمس شادوك هذه فقط مجرد ربط ما بين العلماء واكتشافاتهم هنا واجب منزلي يا شباب صفحة 88 اللي هو فقرة رقم 7 أو تدريب رقم 7 صف تركيب الذرة وحدد موقع كل جسيم فيها الان يبغى ايش يبغى تعطيني ملخص للاشياء اللي اخذناها على الذرة من حيث الشحنة والرمز وايش كذلك وموقعه في الذرة اللي هي الثلاثة اشياء اللي اخذناها اللي هي الالكترون والبروتون والنيوترون اخيرا يا شباب ملخص بسيط ان شحنة البروتون موجب واحد اما النيوترون فليس له شحنة ليس له شحنة وكذلك ان معظم حجم الذرة فراغ يحيط بالنواة يحيط بالنواة الى هنا انتهينا من درس تعريف الذرة اللي هو الالكترون والنواة بشكل كامل الى هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة